الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وصلي وسلم صلاة وسلام يليقان بإمام الأنبياء وخاتم المسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبناء بناتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنىكم في أحسن حال أصلح الله لكم الدنيا والآخرة وجعلنا وجعلكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه نواصل رحلتنا في عوالم البرمجة الإلهية زعم الملحد أن خمس آيات تثبت أن القرآن ليس كلام الله فما رأي البرمجة الإلهية؟ هذا الملحد الذي يواصل في غيه وضلاله ويتمادى في الكبر ادعى بكل وقاحة الملاحدة أن خمس آيات فقط يمكنها أن تثبت أن القرآن ليس كلام الله سبحان الله ما في مشكلة هذا الإصدار من باب سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أنا والله يا رب لك الحمد والشكر أستغرب لإنسان عرف اللغة العربية وقرأ القرآن ووعى على الدنيا وهو يسمع القرآن يجرؤ ويجرؤ على أن القرآن ليس كلام الله أي إنسان قرأ اللغة العربية لا يمكنه أن يشك ولو ظرت شك في أن هذا القرآن من مصدر غير إلهي لا يمكن ولكنه الكبر والضلال وانتكاس الفطرة إذن الله سبحانه وتعالى برمج كل شيء برمجة إلهية محيرة سنكتشفها في هذه الآيات ادعى الملحد أن خمس آيات تكفيه ولكنه في إصداره لا أدري سبحان الله إنه القدر قلنا أن القدر مبرمج وسيرى ملحدنا أن القدر مبرمج ووضع ست آيات بدل خمس آيات ندخل مباشرة في صلب الموضوع المقدمة ذكرتكم بها مرارا متكرارا هذه وحدها تكفي أي ملحد لم تنتكس فطرته ولم يذب حقله يرى هذا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله من برمج كل شيء يمكن تحويله إلى أعداد؟ الجواب الله في الترتيب الهجائي ها هو الترتيب الهجائي كل الناس يعرفونه كل الأطفال يعرفونه منذ مئات السنين تعارف العرب وتعارف الناس وأن هذا هو الترتيب الهجائي الألف رقمه واحد اللام رقمه 23 الها رقمه 26 ترتيب الفواتح هذا نابع من القرآن مباشرة الله سبحانه وتعالى افتتح 29 صورة بالصيغ الفواتح في هذه الصيغ الفواتح استعمل الله سبحانه وتعالى أربعة عشر حرفا وترك أربعة عشر حرفا نحصي الحروف المستعملة فنجد أن الألف استعمله الله ثلاثة عشر مرة اللام ثلاثة عشر مرة الها مرتان المجموع هنا ثلاثة وسبعون عدد أولي المجموع هنا واحد وأربعون عدد أولي المجموع النهائي مئة وأربعة عشر هذا هو القلب النابض للأعداد المبينية البرمجة الإلهية تعتمد على الأعداد الأولية لتوعدك إلى الأعداد المبينية والقلب النابض للأعداد المبينية هو هذا العدد هذا العدد هو التعريف العددي الرقمي للقرآن وهو التعريف العددي الرقمي لمنزل القرآن الله انظروا إلى الصدف انظروا إلى اللطائف انظروا إلى الموافقات الآن نطبق المبين على العدل 114 أي نقسمه على الوحي وعلى سنوات الوحي باقي القسمة باقي القسمة لا يوجد باقي قسمة لأن 114 يقبل القسم على 114 لو قسمت 114 على 114 النتيجة واحد صفر زائد واحد زائد 22 نساوي 23 سبحان الله الوحي سنوات الوحي وانظروا كيف استعمل الله سبحانه وتعالى الوحي هنا وانظروا كيف استعمل الله سبحانه وتعالى دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة وهذا العدد لو جمعت الأرقام من واحدة والأعداد من واحدة إلى 13 يعطيك 91 91 زائد 23 سوى 114 قلت لكم يمكن للبشرية كلها أن تمضي زمن كله مع هذا الجدول ولا تنتهي عجائب وغرائب البرمجة الإلهية فيه ندخل في صلب الموضوع زعم الملحد أن خمس آيات تثبت أن القرآن ليس كلام الله فما رأي البرمجة الإلهية العددية؟ ماذا فعلت هنا؟ صورت قناته صورت الفيديو منذ تقريبا بعد أيام صدوره لما اكتشفته صورت بعض المعلومات عن الفيديو هذه المعلومات الآن ننظر إلى العجب العجاب آيات خمس آيات تثبت أن القرآن ليس كلام الله خمسة هذا العدد أولي رتبته ثلاثة وثلاثة أولي رتبته إثنان وإثنان أولي رتبته واحد أخذت هذا العدد وضعته هنا قلنا أي شيء وضعت فيه أعداد أو يمكن تحويله إلى أعداد الله برمجه وسترون كيف ثمانية وعشرون ها هو تاريخ إصدار الفيديو الفانية وعشرون ها هو خمسة ها هو يمكنك أن تقول لي خمسة ألاف قلت لك العدد الذي أرى لو أردت أن أضع خمسة ألاف ما في مشكلة خمسة ها هو هذا أولي رتبه واحد ها هو اثنان ها هو واثنان أولي رتبته انظروا الآن هذا العدد هو ادعى أن هذا العدد خمس آيات إذن سنضرس سنطبق المنهجية بماذا؟ المجموع مع الرقم خمسة المجموع بدون الرقم خمسة انظروا معنا المجموع مع الرقم خمسة أي سنجمع كل هذه العداد هنا سنطرح منها العدد خمسة انظروا معنا إذن هذا بالأسود مثلا وهذا بالأحمر عادة نطبق المجموع مع الرتب أو المجموع مع العدد المبيني 23 اليوم سنطبق مع هذا العدد الذي دعا أنه يثبت أن القرآن ليس كلام الله نطبق المبين نقسم على الوحي وعلى سنوات الوحي نقسم على الوحي وعلى سنوات الوحي نقسمه على الوحي وعلى سنوات الوحي نفس الطريقة وتطبيقها دائما هذا باقي الكسمة باقي الكسمة ما معنى باقي الكسمة؟ لو قسمت العدد 116 على 114 باقي الكسمة 2 لو قسمت العدد 25 على 23 باقي الكسمة 2 إذن هذه باقي الكسمة المجموع ثمان الآن ننظر معي كيف برمش الله سبحانه وتعالى هذه العداء 31 ناقص 14 يساوي 17 26 ناقص 9 يساوي 17 سبحان الله 17 زائد 17 يساوي 34 80 زائد 34 يساوي 114 قلت لك أن كل شيء يعيدك إلى الله هذا هو التعريف العددي لاسم الجلالة هذا هو التعريف العددي للقرآن انظروا كيف هيمن هذا العدد على كل شيء كيف أحاط هذا العدد بكل شيء نواصل كان يمكننا توقف هنا مباشرة ولكن قل لك لماذا أضيف لك دراسات أخرى منهجيات أخرى لأثبت لك أن أي وجهة تخذتها ستجد نفسك دائما أمام هذه العداد انظر هذا العدد أولي رتبته 11 و11 أولي رتبته 5 و5 أولي رتبته 3 و3 أولي رتبته 2 و2 أولي رتبته 1 هذا العدد 14 26 أخذنا هذه العدد وأخذنا بعين الاعتبار رتب هذا العدد الآن هذا المجموع هذه العدد 53 53 أولي رتبته 16 53 زائد 16 يساوي 69 الآن انظروا معنا 69 زائد 14 زائد 26 زائد 9 يساوي 118 رقم الصورة التي عدد آياتها 118 رقمها 23 الوحي سنوات الوحي يمكنك أن تقول مصطفى صدفة سأثبت لك أن هذا العدد يشير إلى هذا العدد الآن بطريقة أخرى اسمع 69 الآن يعني هذين هذين هنا المجموع مع الرقم 5 يعني هذين العدد الذي نتج عن هذا وهذا العدد انظر 69 ناقص 14 يساوي 55 26 ناقص 9 يساوي 17 17 أولي رتبته 7 و7 أولي رتبته 4 55 زائد 17 زائد 7 زائد 4 يساوي 83 83 أولي رتبته 23 الله أكبر الله أكبر وافعل ما شئت وركز كما شئت واسأل نفسك أي سؤال وتعامل مع هذه الأعداد بأي طريقة اقسم هذا على هذا اقسم هذا على هذا ستجد نفسك مباشرة أمام هذا دائما فأينما توله فثم وجه الله الآن ما رأي الترتيب الهجائي لعنوان الملحد عنوانه تعلمون أنني لا أكذب ولله الحمد والمن ها خمس آيات تثبت أن القرآن ليس كلام الله ها هو العنوان انظروا إليه جيدا الآن نواصل خمس آيات تثبت أن القرآن انظروا معي ليس كلام الله إذن انظروا معي المجموع مئة وسبعة وخمسون يعني خمسة زائد كل هذه الأعداد ترتيب الهجائي يساوي مئة وسبعة وخمسون مئة وسبعة وخمسون أولي رتبته سبعة وثلاثون وسبعة وثلاثون أولي رتبته اثناء عشر مئة وسبعة وخمسون زائد سبعة وثلاثون زائد اثناء عشر يساوي مئتان وستة الآن ليس كلام الله المجموع سبحان الله مئتان وستة الله أكبر عجيب والله عجيب انظروا معي الجمال آيات خمس آيات تثبت أن القرآن ليس كلام الله انظروا مئتان وزيت المجموع صدفة ما في مشكلة المجموع مع العدد المبيني 23 206 زائد 206 يساوي هذا العدد أطبق المبين أقسم على الوحي وعلى سنوات الوحي هنا ماذا فعلت المجموع بدون العدد المبيني 23 نحصي عدد 23 1 2 3 4 5 ننقص من هذا العدد 115 23 ضرب 5 يوطينا هذا العدد نطبق المبين نقسم على الوحي وعلى سنوات الوحي باقي الكسم أطبق المبين أقسم على الوحي وعلى سنوات الوحي باقي القسمة باقي اصبر يا أخي اصبر يا أخيتي والله الذي لا إلى غيره سترون العجب العجاب سترون العجب العجاب انظر معنا طب أقسم على الوحي وعلى سنوات الوحي باقي القسمة باقي القسمة هذا العدد رغم قلة الأعداد الأولية ونغرتها أمره الله أن يكون أوليا رتبته 19 وتسعة عشر أوليا رتبته ثمانية سبعة وستون زائد تسعة عشر زائد ثمانية زائد عشرون سوي مائة وأربعة عشر الله أكبر فأينما تولوا فثم وجه الله سبحان من أحصى كل شيء عددا الآن هنا جمعنا الآن سنطرح سبعة وستون ناقص تسعة عشر ناقص ثمانية ناقص عشرون هنا ناقص ناقص وهنا ناقص انظروا معي ناقص سأرفق الدراسة بملأ في الإكسل لكي تتأكدوا من كل عملية ومن كل حرف ومن كل نقطة ومن كل شيء عشرون هو رتبة العدد الأولي واحد وسبعون واحد وسبعون زائد عشر يساوي واحد وتسعون مائة وأربعة عشر ناقص واحد وتسعون يساوي ثلاثة وعشرون الآن هذان العددان اللذان ظهر هنا خمس آيات تثبت أن القرآن ليس كلام الله مائة وستة مائة وستة لماذا اختارهم الله؟ هكذا انظروا إلى الجمال انظروا إلى البهاء مائة وستة اطبقوا عليه المبين اقسموا على الوحي وعلى سنوات الوحي باقي القسمة باقي القسمة 22 زائد 22 مائة وأربعة عشر الله أكبر مرة أخرى 22 زائد 22 مائة وأربعة عشر الله أكبر الآن 206 زائد 206 يساوي 412 اطبقوا المبين اقسموا على الوحي وعلى سنوات الوحي باقي القسمة باقي القسمة سبعون زائد واحد وعشرون سوى واحد وتسعون مئة وأربعة عشر ناقص واحد وتسعون سوى ثلاثة وعشرون مئة وأربعة عشر ناقص واحد وتسعون سوى ثلاثة وعشرون هل يمكنكم تخيل ما حدث؟ انظروا إلى الملحد اختار هذا العلوان فبرمج الله سبحانه وتعالى هذا العلوان ليعيد الملحدة إلى الله ليعيد الملحدة إلى الله تب أيها الملحد نواصل حذف العدد المبيني 23 هل تحيط البرمجة الإلهية العددية الجواب لا يمكن أن يكون إلا نعم الآن آيات تثبت أن القرآن ليس كلام الله سأحذف العدد 23 سأحذفه لأننا قلنا أن هذا العدد له علاقة وثيقة بالعدد 114 وهو عدد مبيني لو حذفناه ستظهر الأعاجب انظر المجموع هنا 129 المجموع هنا 137 137 هذا العدد أولي رتبته 33 الآن المجموع بدون الرتبة 33 المجموع مع الرتبة 33 129 زائد 137 يوطينا هذا العدد دائما نفس طريقة المجموع مع الرتبة هذا العدد زائد هذا العدد زائد الرتبة 33 المجموع المجموع أطبق المبين أقسم على الوحي وعلى سنوات الوحي باقي القسمة باقي القسمة هذا أولي رتبته 6 هذا أولي رتبته 20 لا يوجد باقي القسمة يعني أن هذا العدد يقبل القسمة على 23 ولو قسمناه على عدد 23 وعطينا عدد 13 نتيجة القسمة 13 و13 أولي رتبته 6 الآن ننظر إلى الجمال 8 و3 زائد 13 زائد 6 زائد 71 زائد 20 زائد 0 زائد 13 زائد 6 167 من بدأ في متابعة اكتشاف المبين يعرف هذا العدد معرفة تامة انظروا إلى جمالي هذا العدد هذا العدد يوصلك بطريقتين على الأقل لا يمكن للرياضيات أن تفسر هذا ولا يمكن أن تفسر هذا ولا يمكن أن تفسر كيف انطلقنا من هنا إلى لا يمكن أتحداكم انظروا 167 أمره الله أن يكون أوليا رتبته 39 167 زائد 39 يساوه 206 تعرفون العدد 206 متى ظهر متى ظهر متى ظهر متى ظهر ظهر هنا هنا اخوتي آيات تثبت أن القرآن خمس آيات تثبت أن القرآن ليس كلام الله 206 انظروا إلى الجمال انظروا إلى البهاء انظروا إلى العظمة انظر 206 اطبقوا المبين اقسموا على الوحي على سنوات الوحي باقي الكسمة باقي الكسمة المجموع 114 هنا 167 مباشرة رتبته 39 اطبقوا عليه المبين هو مباشرة باقي الكسمة باقي الكسمة هذا العدد أمره الله سبحانه وتعالى أن يكون أوليا رتبته 16 المجموع 114 الله أكبر الآن برمجات لا تنتهي برمجات لا تنتهي 167 زائد 167 يساوي 3 و3 و3 106 اقسموا على الوحي وعلى سنوات الوحي باقي الكسمة باقي الكسمة 106 زائد 12 يساوي 118 رقم السورة التي عدد آياتها 118 يساوي 23 رقمها 23 الآن 167 هذا العدد زائد رتبته زائد هذا العدد زائد رتبته انظروا معي العدد الأول زائد الرتبة العدد الأول زائد الرتبة يساوي 412 التقينا به قبل آنفا التقينا بهذا العدد نطبق عليه المبين نقسمه على الوحي وعلى سنوات الوحي باقي الكسمة باقي الكسمة 70 زائد 21 يساوي 91 91 زائد 23 يساوي 114 انظروا كيف أمر الله سبحانه وتعالى هذه العداد لتسلك هذا السلوك الغريب العجيب كأن الكون كله لخص في هذين العددين سبحان الله الآن سأثبت لك بما أن هذا العدد ظهر مرتين سأثبت لك أنه يشير فعلا إلى هذا العدد انظروا ما اسم السورة التي رقمها 23 وعد آيتها 118 اسمها المؤمنون عجيب كل جهاد هذا يا أخي جعلك الله سراجا حقيقيا يا سراج كل هذا الجهاد لأدعوك إلى الله لتعود إلى الله أنا لا أتربح من اليوتيوب أنا بدأت في بدايات اليوتيوب عندي أكثر من 100 1400 أو 1500 إصدار على الأنترنت ولم أتربح سنتيما واحدا ولم أترزق يا رب لك الحمد والشكر من الأنترنت وأنا مهندس ويمكن أن أربح أموالا وأموالا وأموالا لكن كل هذا لا يهمني ما يهمني هو دعوتك إلى الله والله إني أشفق عليك يا سراج والله إني أشفق عليك يا سراج يا أيها الملحد والله أشفق عليكم يا أيها الملاحد يا من أعطيتهم عقولكم وأرواحكم لهذا السراج الذي انطفأ وانتكست فطرته انظر يا سراج الصورة الجواب المؤمنون المؤمنون انظر يا سراج العدد الوحيد الأولي بين حروف المؤمنون هو اللام الذي استعمله الله مرتين في لفظ الجلالة الله وانظر رتبته 9 قلنا أن السورة 118 هذه السورة رقمها 23 انظر إلى الجمال وهذا العدد مبيني الآن انظر المجموع بدون الرتبة 9 المجموع مع الرتبة 9 انظر المجموع بدون الرتبة دائما نصط طريقة المجموع مع الرتبة الآن انظر إلى الجمال أقسم على المبين أقسم على الوحي على سنوات الوحي أقسم على الوحي على سنوات الوحي باقي القسمة باقي القسمة باقي القسمة الله أكبر الله أكبر لا تحكم يا أيها الملحد لا تهرج لا تنتقد لا تقتح قبل أن تفهم رحم الله كشك تعلم قبل أن تتكلم انظر إلى الجمال كل هذه صدف انظر كيف برمج الله سبحانه وتعالى المؤمنون لأن ننظر 150 زائد 159 يساوي 309 أطبق المبين أقسم على الوحي وعلى سنوات الوحي باقي القسمة واحد وثمانون زائد عشر سبحان الله 91 114 ناقص 91 يساوي 23 الله أكبر كأن الكون لخص في هذين العددين الآن نظر يمكنك أن تقول لي يا مصطفى جمعت لأنك التقيت صدفة بالعدد 91 لماذا لا تطرح ما في مشكلة واحد وثمانون ناقص عشرة اضرب لو أردت اقسم لو أردت طبق أي دالة رياضية طبق أي مجموعة دوالة رياضية ستجد نفسك وجها لوجها مع هذين العددين وأتحداك أتحداك أن تتحداني بما شئت انظر الآن سنطرح واحد وثمانون ناقص عشرة يساوي واحد وسبعون واحد وسبعون أولي رتبة وعشرون واحد وسبعون زائد عشرون واحد ووتسعون الله أكبر مئة واربعة عشر ناقص واحد وثمانون نساوي ثلاث وعشرون هذه الصورة مئة وثمانية عشر تدور في كنفي العدد ثلاث وعشرون وتشير إلى العدد ثلاث وعشرين سبحان الله انظر إلى الجمال انظر إلى البهار تذكير آخر على سبيل التذكير هذا تذكير للمسلمين هذا تذكير للمسلمين مع كامل أسف بعض المسلمين يتطاولون على الآخرين بعض المتخصصين في علومهم يحتقرون الآخرين انظروا يا أيها المسلم على سبيل التذكير العدد 167 يحسم الخلافة القديمة الجديدة حول حساب الجمل ها هو حساب الجمل من ويكيبيديا المجموع ما معنى حساب الجمل 1700 سنة قبل الإسلام تعرف العرب وتوافقوا أن أرقام الحروف هي هذه الآلف رقمه واحد الزائر رقمه سبعة الغير رقمه الفتار رقمه أربعون المجموع 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 أولي العدد 167 تعرفنا عليه اكتشفنا عثرنا عليه وجدناه التقينا به المجموع احذفه يتغير المجموع طبق المبين اقسم على الوحي وعلى سنوات الوحي باقي القسمة باقي القسمة الله أكبر المجموع 23 التعريف العددي والرقمي لسم الجلالة لفظ الجلالة الله مدة الوحي لأن ننظر كيف برمج الله الأعداد إلى ما لا نهاية 106 ناقص 8 ناقص 14 ناقص 9 يساوي 75 75 زائد رتبة العدد الأولي يساوي 114 الله أكبر الآن يا مصطفى هل تعمدت ألا تأخذ بعيني الاعتبار الرقم 5 الذي دندن حوله الملحد تذكروا معي لما حذفت العدد 23 قلت آيات تثبت أن القرآن ولم أخذ بعيني الاعتبار العدد خمسة الآن سنأخذه بعيني الاعتبار انظر معنا خمس آيات تثبت أن القرآن ليس كلام الله المجموع الآن مع العدد خمسة المجموع لم يتغير هذا العدد 137 أولي ورتبته 3 وتعرفون هذا العدد تحدى الله الملحد بهذا العدد أتعرفون هذا العدد هذا العدد 33 لو جمعت الأعداد من 1 إلى 33 يعطيك 561 يعطيك هذا العدد 561 لو جمعت الأعداد من 1 إلى 33 يعطيك العدد 561 انظر إلى جمالي هذا العدد طبق المبين اقسم على الوحي وعلى سنوات الوحي طبق المبين اقسم على الوحي وعلى سنوات الوحي يعطيك هذا العدد 105 انظر مباشرة انظر يعطيك هذا العدد وقسم على مدة الوحي يعطيك العدد 9 المجموع تعرفه الآن المجموع 114 عجيب الله أكبر انت قلت ليس كلام الله فانظر إلى جواب الله سبحانه وتعالى انظر كيف برمج الله سبحانه وتعالى الأعداد الآن هذا العدد 137 ناقص 114 انظر الرتبة وصلتك للعدد 114 الآن 137 ناقص 114 يساوي 23 تريد أن ترى بأم عينيك 137 انظر ناقص 114 137 ناقص 114 يساوي 23 الله أكبر الآن انظر المجموع بدون الرتبة 33 المجموع مع الرتبة 33 ها هو المجموع ها هو المجموع مع الرتبة دائما نصطرق لا أغيرها 271 رغم قلة الأعداد الأولية أمره الله أن يكون أوليا رتبته 58 وصلتك للغاية أطبق المبين أقص على الوحي وعلى السنوات الوحي باقي القسمة باقي القسمة باقي القسمة باقي القسمة هذا أولي رتبته 14 وهذا أولي رتبته 3 وثلاثة أولي رتبته 2 واثنان أولي رتبته 1 الآن ننظر المجموع مجموع الأعداد كلها مئتاني وعشرون أطبق المبين أقصم على الوحي وعلى السنوات الوحي لأنه أكبر من 114 هذا أولي ونطبته 6 الآن ننظر 106 ناقص 13 يساوي 93 106 زائد 13 باللون الأحمر زائد 13 لأنه أولي والرتبة باللون الأسود اليد الواحد لا تصفق 106 زائد 13 زائد 6 يساوي 125 أطبق المبين لأنه أكبر من 114 أقصم على الوحي وعلى السنوات الوحي باقي القسمة باقي القسمة 11 زائد 10 يساوي 21 93 زائد 21 يساوي 114 الله أكبر لا تنتهي البرمجة الإلهية فأينما تولوا فثم وجه الله نواصل الآن ندخل في الآيات الآية الأولى التي تثبت أن القرآن ليس كلام الله وليس كلام الله هي الآية أربعة من سورة الطلاق هذه بدأ بها وكان فرحا جدا بآيته بهذه الآية والله يا سراج لو لم تذبح حقلك ولو لم تذبح روحك أنا أعيش في فرنسا البلد الذي صدر الإلحاد إلى العالم ودرست الملحدين الأوائل بتعمق بتعمق شديد جدا كبير جدا وجئت إلى فرنسا طفلا صبيا صغيرا كان عمري تقريبا 27 سنة ولم أتأثر بالكفرة الفجرة مصدر الإلحاد ودرست إلحادهم فوجدته تخبطا في تخبط وعايشتهم وتعاملت معهم فوجدتهم في تخبط وتخبط وتخبط لا نهائي أنا السنوات القليلة من حياتي التي أمضيتها في بلد عربي في الصحراء في ذاك الزمان في صغري في طفولتي كنت أقرأ المعلقة تنع كنت عاشقا للأدب العربي يا سراج كنت عاشقا للأدب العربي فقرأت فيما قرأت قفى نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحوم لي وقرأت لخولة أطلال ببرقة تهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد وقرأت ولست بحلال اتلاع مخافة ولكن متى يسترفض القوم أرفدي وقرأت إذا القوم قالوا من فتنخلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلدي وقرأت 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 فلما قرأت كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفية يا سراج عرفت بعقل الطفل أنه لا يمكن يستحيل تماما يستحيل استحالة لا نهائية أن يكون هذا الكلام كلام بشر لو أنك قارنت لو أنك استعملت عقلك قبل قلبك وفطرتك وروحك لو أنك استعملت عقلك وقلت وتساءلت ما هو إنتاج العرب في ذاك الزمان كل إنتاجهم يدل عليهم وعلى حياتهم وعلى زمانهم لا يمكن أن يصل إنتاجهم إلى ضر من القرآن لا يمكن ولكنه الكبر يا سراج إذن هذه الآية وحدها تكفي لتعود إلى الإسلام ولكنك كفرت وأردت أن تستعمل عقلك فبالعقل وبالعلم سنثبت لك أن الإسلام هو الحق وأن القرآن هو الحق وأن هذه الآية وحدها تكفي واللائي يئسن من المحيض من نسائكم من ارتبتم فعدتهن ثلاث أشهر واللائي لم يحب وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى انظر رقم صورة الطلاق انظر إلى الجمال رقم صورة الطلاق خمسة وستون انظر كيف برمج الله القرآن أنا لا أكذب يا حبيب لا يمكن أن أكذب لا يمكن أن أدعي على الله أنه برمج أن أزعم أن الله برمج وهو لم يبرمج أي سماء تقلني وأي أرض أي سماء تظلني وأي أرض تقلني كما قال أبو بكر الصديق انظر رقم صورة الطلاق خمسة وستون عدد آياتها اثنى عشر رقم الآية رقم هذه الآية أربعة لأن نظر للجمال خمسة وستون ناقص اثنى عشر ناقص أربعة يساوي تسعة وأربعون تسعة وأربعون زايد خمسة وستون يساوي مئة وأربعة عشر الله أكبر الله أكبر عجيب انظر يا سراج لأن نظر للجمال تسعة وأربعون انظر إلى هذا العدد تسعة وأربعون زايد اثنى عشر يساوي واحد وستون أولي تسعة وأربعون زايد أربعة انظر كيف ستتعامل الأعداد انظر كيف سيعاملها هذا العدد رأى هنا فكون هذا العدد الآن سينظر هنا وسينظر هنا انظر يوطيك هذا العدد وهذا العدد أولي رتبته ستة عشر قلت لك البرمجة الإلهية تعتمد اعتمادا كليا على البرمجة الإلهية الآن واحد وستون يعني تعتمد البرمجة الإلهية تعتمد كليا على العداد الأولية انظر واحد وستون زايد ثلاثة وخمسون يساوي مئة وأربعة عشر الله أكبر الآن انظر كيف ستتعامل العدد خمسة وستون ناقص ثمانية عشر ناقص الرتب هذه تعاملت لتوصلنا إلى هذا العدد الآن خمسة وستون ناقص ثمانية عشر ناقص ستة عشر يساوي واحد وثلاثون مئة وأربعة عشر ناقص واحد وثلاثون يساوي ثلاثة وثمانون ثلاثة وثمانون أولي رتبته ثلاثة وعشرون الله أكبر الوحي سنوات الوحي التعريف العدد لاسمي الجلالة مدة الوحي الآن الآية الثانية التي تثبت أن القرآن هي الآية تسعة وثلاثون من صورة فصلة انظر من آيات أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير رقم نفس طريقة سأستعملها إلى مال نهاية رقم سورة فصلت واحد وأربعون أعد آياتي أربعة وخمسون رقم الآية تسعة وثلاثون هذا أولي رتبته ثلاثة عشر وثلاثة عشر أولي رتبته ستة انظر إلى الجمال أربعة وخمسون زائد واحد وأربعون زائد ثلاثة عشر زائد ستة يساوي مئة وأربعة عشر يا عرب ساعدوني يا عرب ساعدوني يا من تدعون الإسلام ساعدوني هذا علم من أغرب ما يكون انظروا مئة واثنان وأربعون ألفا انظروا إلى المبين انظروا إلى المبين ستة وثلاثون واحد وتسعون مئة وسبعة هذه أثارت انتباه العرب محمود ياسين والله مصيبة مصيبة والله مصيبة ولا حول ولا قوة إلا بالله ساعدوني يا أيها المسلمون ساعدوني انظروا إلى هذا العلم الجديد لم يخطر على قلب بشر انظر أربعة وخمسون الآن انظر إلى الجمال أربعة وخمسون زائد تسعة وثلاثون يساوي تلاثة وتسعون واحد وأربعون ناقص تسعة تسعة وثلاثون يساوي اثنان تعامل هذا وهذا تعامل هؤلاء انظر هذا سيتعامل مع هذا وهذا سيتعامل مع هذا 4 و 5 زائد 39 هذا 4 و 5 ناقص ناقص 39 41 ناقص 39 هذا الآن 93 ناقص 2 يساوي 91 114 ناقص 91 يساوي 23 الوحي سنوات الوحي التعريف العددي للهضي الجلالة مدة الوحي الآن الآية الثالثة هي الآية 57 من سورة الأعراف ها هي الآية 57 من سورة الأعراف انظر إلى الآية الآن رقم سورة الأعراف 7 عند آياتها 206 تعرف هذا العدد يوصلك مباشرة إلى العدد 114 تعرفه رقم الآية 57 هذا أولي نرتبته 4 الآن انظر 206 زائد 57 زائد 7 يساوي 172 وطبق المبين أقسمه على الوحي وعلى سنوات الوحي باقي القسمة باقي القسمة 42 زائد 17 يساوي 59 الآن ننظر 59 أولي نرتبته 17 و 17 أولي نرتبته 7 و 7 أولي نرتبته 4 الآن ننظر إلى الجمال 59 سيتعامل مع هذا هذه تعاملت وعطت هذا الآن بقي هذا 59 ناقص 4 يساوي 55 55 زائد 59 يساوي 114 ستقول صدفة ما في مشكلة الآن انظر 55 زائد رتب العدد 59 55 انظر 55 هذا تعامل مع هذا فأعطاك هذا لأن هذا سيتعامل مع الرتب 55 زائد 17 زائد 7 زائد 4 يساوي 83 أولي نرتبته 23 الوحي سنوات الوحي الله أكبر الله أكبر كل هذه صدفة الآن الآية الرابعة هي الآية 95 من سورة النساء ها هي الآية ها هي الآية انظر كل هذا الجهاد كل هذا العمل كل هذا لإنتاج من أجلك يا سراج ومن أجل من ضحكت على عقولهم وأعطوك أرواحهم وعقولهم مع كامل الأسف انظر إلى أعدادي انظر إلى أعدادي انظر ثمانية ثمانية آلاق وثمانية وتسعون تعليق أغلبها تعليق الملاحظ الذين يتعاونون على الفساد والضياع والكبر والكفر والجهالة ولا حول ولا قوة إلا بالله إذا انظر رقم سورة النساء ناديما نصط طريقة رقم سورة النساء أربع عدو آياتها 176 رقم الآية 95 176 زايد أربعة يساوي 108 أطبق المبين أقسم على الوحي وعلى سنوات الوحي باقي القسمة باقي القسمة هذا أولي رتبته والآن ننظر إلى الجمال 95 زايد 19 يساوي 114 الله أكبر انظر 95 زايد 19 يساوي 114 لو تركت المسألة هكذا استقول لا مصطفى صدفة لا انظر كيف ستتعامل الأعداد الأخرى انظر 95 الآن انظر تعامل أضفناه إلى 19 الآن سنطرح منه 95 ناقص 19 ناقص الرتبة يوطيك هذا العدد و95 ماذا تبقى تبقي تبقي هذا العدد 95 زايد 66 يوطيك هذا العدد 28 68 زايد 161 يساوي 129 وطبق المبين أقسم على الوحي وعلى سنوات الوحي باقي القسمة باقي القسمة الله أكبر الله أكبر الوحي سنوات الوحي الآن ننظر إلى الجمال 161 ناقص 68 يساوي 93 161 ناقص 68 يساوي 93 22 ناقص 1 انظر كيف يضعها الله سبحانه وتعالى كيف يصفها ويرصها ويأمرها لتسلك هذا السلوك هذا ناقص هذا هذا ناقص هذا هذا ناقص هذا يوطيك 21 21 زائد 93 يساوي 114 114 تطبق عليه المبين نصل للعدد 23 الآن 23 انظر زائد الرتبة و23 زائد الرتبة يساوي 64 انظر هذا العدد رتبته 9 وهذا العدد رتبته 9 انظر المجموع 64 العدد 129 هذا العدد الذي أوصلنا إلى هذا العدد هذا العدد أمره الله أن يكون أوليا رتبته 50 64 زائد 50 يساوي 114 انظر إلى الجمال انظر إلى البهار انظر إلى العظمة انظر إلى الذكاء سبحان الله الآية الخامسة التي تثبت أن القرآن ليس كلام الله هي الآية 38 سورة ياسين هذه أعطاها تقريبا عشر دقائق من الفيديو وفرح بها كثيرا وهي من أعجب الآيات انظر كيف برمج الله سبحانه وتعالى رقم سورة ياسين 36 عز آياتها ثلاثة وثمامة رقم الآية ثمانية وثلاثة رقم هذه الآية الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم الله أكبر هذا العدد سبحان الله أولي رتبته 23 والعدد 23 أولي رتبته كسع انظروا الآن إلى الجمال ثمانية وثلاثون زائد ثلاثة وثمانون زائد ستة وثلاثون يساوي مائة وسبعة وخمسون مائة وسبعة وخمسون أولي رتبته سبعة وثلاثون سبعة وثلاثون أولي رتبته إثنى عشر مرة أخرى للمرة الرابعة أو الخامسة أو السالسة يظهر العدد مائتان وستة أطبق عليه المبين أقسمه على الوحي وعلى سنوات الوحي باقي القسمة باقي القسمة إثنان وتسعون زائد إثنان وعشرون يساوي مائة وأربعة عشر الآن ننظر ثمانية وثلاثون زائد ثلاثة وعشرون زائد تسعة ننظر ثمانية وثلاثون ننظر ثمانية وثلاثون هذا زائد هذا زائد هذا تعاون هذا وهذا وهذا الآن ننظر إلى الجمال هذا وهذا وهذا ننظر كيف برمجهم الله سبحانه وتعالى ثمانية وثلاثون ننظر زائد تسعة زائد ستة وثلاثون يساوي 83 و83 أولي رتبته 23 الآن نظر 83 ناقص 83 نظر 85 83 ناقص 63 عن طرح 47 47 أولي رتبته 15 45 زائد 47 زائد 15 يساوي 107 107 أولي رتبته 28 الآن نظر إلى الجمال 107 زائد 28 زائد ما تبقى تعامل هذا مع هذا وتعامل هذا مع هذا بقي هذا زائد 23 زائد 9 نظر إلى الجمال 107 زائد 28 زائد 23 زائد 9 يساوي 167 تعرفوا العدد 167 اطلقين به مرار نظر إلى الجمال يوصلك مرتين على الأقل إلى العدد 114 الآن الآية السادسة هو قال خمس آيات ولكنه سبحان الله صور لنا آية أخرى أنظر الآية السادسة التي تثبت أن القرآن ليس كلام الله هي الآية 27 سورة النور اصبروا معي والله اصبروا معي سترون العجب العجب والله ما ما رأيتم شيئا إلى الآن ما رأيتم شيئا إلى الآن رأيتم الأعاجب ولكن هناك أقوى وأقصى وأجمل وأعظم وأبهى انظروا معي هذه الآية السادسة التي صورها واستعملها بنفس الطريقة التي صور بها الآيات الأخرى انظروا معي ها هي الآية رقم سورة النور 24 عادوا آيتي 64 رقم الآية 17 مباشرة الآن انظروا لما ظهرت هذه ظهر العجب العجب انظروا ذكر الملحد ست آيات بدل خمس آيات وزعم أنها تثبت أن القرآن ليس كلام الله فأعادته آياته إلى القرآن انظروا إلى أغرب شيء ستراه في حياتك اسم الطلاق رقم السورة عادوا الآيات رقم الآية فصلت اسم الصور رقم الصورة النساء الأعراف ياسين وختم بالنور لأن انظروا المجموع مع العدد المبيني دائما نفس المنهجية المجموع مع العدد المبيني 23 انظروا كيف ظهر العدد 23 المجموع مع العدد المبيني 23 المجموع بدون العدد المبيني 23 انظروا المجموع كله ها هو كله الآية الستة وهنا نطرح العدد 23 طريقة استعملها دائما عشرات الإصدارات استعملت هذه الطريقة الآن انظروا أطبق المبين أقسم على الوحي وعلى سنوات الوحي أقسم على الوحي وعلى سنوات الوحي باقي القسمة باقي القسمة باقي القسمة هذا أولي رتبته 18 الآن انظروا 61 زائد 18 زائد 6 زائد 8 و 3 زائد 6 يسبب 129 يا مصطفى هذا العدد ليس عددك المفضل ليس العدد 114 انظر تذكر أتذكر آيات تثبت أن القرآن أتذكر هذه الجملة التي استعملها أتذكرها مجموعها 129 لما نحذف العدد 23 الذي تدور عليه القصة لما نحذف العدد 23 انظر كيف تحداه الله لا يكفيني هذا يا مصطفى لا يكفيني هذا هذه الصدفة ما في مشكل لأن انظر إلى الجمال انظر إلى الدلال انظر إلى البهاء انظر إلى العظمة انظر القرآن ترتيب الفواتح الترتيب الهجائي تذكر الله الحرف الله ترتيب الفواتح الترتيب الهجائي انظر 1 8 زائد 8 و 4 7 129 انظر إلى آياته 129 آيات تذبت أن القرآن 129 القرآن 129 آيات تثبت أن القرآن هو القرآن 6 آيات تثبت أن القرآن انظر إلى الجمال انظر إلى البهاء انظر إلى العظمة انظر قال 5 آيات استعمل 6 ست آيات تثبت اسمع تثبت أن القرآن هو القرآن الله أكبر الله أكبر وانظر إلى الجمال 1 8 ناقص 48 يساوي 33 33 زائد 81 يساوي 114 33 قلنا أنه رتبة العدد الأول 137 137 ناقص 114 يساوي 23 الله أكبر الله أكبر نواصف عنوان مقطع الملحد خمس آيات تثبت أن القرآن ليس كلام الله فما رأي القرآن خمس آيات تثبت هذا المجموع قلنا المجموع أولي رتبة وهذا أولي رتبة المجموع تذكر المئتان وستة قلنا نطبق عليه المبين 92 زائد 22 ساوي 114 92 ناقص 22 ساوي 700 الآن ننظر معي إلى الجمال القرآن ماذا فعلنا هنا الحرف القرآن ترتيب الفواتح نضع الرتب أمام الأعداد الأولية نضع الرتب أمام الأعداد الأولية الآن أنتم في شيء غريب جدا لا يمكن للأعداد أن تسلك هذا السلوك لا يمكن الأعداد تنطق الأعداد حية حياها الله سبحانه وتعالى هنا العدد الوحيد الأولي هو هذا تعرفونهم رتبة وتسعة الآن ننظر المجموع 157 أتذكر خمس آيات تثبت أن القرآن 157 القرآن 157 أولي رتبة المجموع 206 تذكرون العدد 206 92 114 92 ناقص 22 70 70 الآن زائد 70 يساوي 140 أطبق المبين أقسم على الوحي وعلى سنوات الوحي باقي القسمة باقي القسمة هذا أول يوم نتبته واحد 26 ناقص 2 ناقص 1 يساوي 23 الوحي سنوات الوحي الله أكبر نواصل زعم الملحد أن خمس آيات تثبت أن القرآن ليس كلام الله فما رأي البروجة إله مرة أخرى انظر آيات تثبت أن القرآن انظر وصلنا هنا ليس كلام الله المجموع 166 المجموع مع العدد المبين 23 المجموع بدون العدد المبين 23 تذكرون كل هذا وصلنا إلى هنا تذكرون هذا كله رأيناه سابقا في البداية وصلنا إلى هنا هذا العدد الآن انظر الملحد ذكر ست آيات تثبت أن القرآن ليس كلام الله انظر المجموع 2087 عدد أولي رتبته 108 الله أكبر انظروا إلى الجمال الله أكبر انظروا إلى الجمال انظروا الله أكبر الآن انتهيت من الدراسة الآن تحدي صديقنا الآن سيرى القدر وسيرى العجب العجاب الوقت الذي ذكر فيه الملحد كل آية هل طحويت البرمجة الإلهية العددية الآن ننظر إلى أغرب شيء 22 انظر لما أوقفت كل مرة أردت أن أصور الآيات 22 انظروا الثانية 11 الدقيقة 1 الثانية 19 كل آية انظروا معي انظروا معي انظروا معي انظروا معي الدقائق ها هي كل الدقائق الثواني ها هي كل الثواني الآن الرتب 11 رتبه 5 و5 رتبه 3 و3 رتبه 2 و2 رتبه 1 19 أولين رتبه 8 هنا لا توجد أعداد أولية هنا يوجد عددان أولية الآن انظروا المجموع هنا 191 الثواني ورتبها 191 المجموع هنا 94 هذا أولي رتبه 43 و43 أولي رتبه 14 191 زايد 94 يساوي 205 وطبق المبين أقسم على الوحي وعلى سنوات الوحي باقي القسمة باقي القسمة الآن انظروا إلى الجمال 57 زايد الرتب زايد زايد 14 يساوي 114 وهذا العدد 9 هو رتبة العدد الأولي 23 أظهرته القسمة على العدد 23 وهو رتبة العدد الأولي 23 سبحان الله الآن هنا جمعنا 191 زايد 94 لأن سنطرح 191 ناقص 94 يساوي 97 97 أولي رتبته 25 97 زايد 25 زايد هذه الرتب التي حسمت الدراسة سابقا يساوي 179 وطبق المبين أقسم على الوحي وعلى سنوات الوحي باقي القسمة باقي القسمة 65 زايد 18 يساوي 38 الله أكبر 83 أولي رتبة 23 الآن ننظر 191 زايد الرتب زايد ننظر يساوي 312 وطبق المبين أقسم على الوحي وعلى سنوات الوحي لا يوجد باقي القسمة باقي القسمة 20 لو قسمت هذا العدد يعني أنه يقبل القسمة لو قسمت هذا العدد على هذا العدد يعطيك 3 3 زايد 20 يساوي 23 يا سرار قال الله سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق يا سرار دقيقة من هذه الدراسة تكفي لتعيد أعتى ملحد عنده ظرت عقل في قلبه وفطرته وعقله ظرت عقل واحدة والله يعود إلى الله فتب إلى الله يا أيها الملحد قبل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطوا في جنب الله إخوة الأخوات ساهموا ودعموا المبين وانشروه في أوساط الملاحدة وغير المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته